إن شاء الله هنأخذ النهاردة الوعدة الثالثة من شرح كتاب الصف الثاني السنوي كتاب المعاصر هنأخذ الجزء الأول الخاص بكلمات هنأخذ الكلمات ونقول معانيها ونحل أسئلة ونقول السبب بتاع الحل كل دوء أكتر هيكون معنا النهاردة خليكم معنا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمد العبد من قناة دروس تعلمية أونلاين لو ديت أول مرة ليك معنا ونورطنا في القناة ما تنساش تعمل لايك الفيديو لأنه ده أكبر ده عملينا وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله ولو ما كنت شفت الفيديوهات بتاع الوحدة الأولى والوحدة الثانية من كتاب جيم أو كتاب المعاصر هسيب لك رابط قائمة تشغيل شرح منهج الصف الثاني السنوي بيظهر حالاً فيها للفيديو وأنا بتكلم أو هسيبه لك في الوصفة أسفل الفيديو أو هسيبت لك الرابط في أول تعليق في الكومنتيس أسفل الفيديو نبدأ مع هم الكلمات أول حاجة نقبال العمود العالمين production produce ديات كفعل لكن في كلمة تاني اسمها produce كاسم دي منطق زراعي عشان بتجفل السلوب بتلخبط produce seaweed source sustainable urban variety vegetarian vegetarian تاني vegetarian بعد كده نجزئتان في كلمات actually actually argue argue chemicals chemicals clear clear contain contain create create decade decade education education elsewhere elsewhere environment environment evidence evidence extraordinary extraordinary fire fire flow flow grow grow grown grow grow grown نجل عمد العالمين land land miss miss organization organization original original population population project project proposal proposal rainfall rainfall rainforest rainforest remove remove researcher researcher reuse reuse run 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 ran run seriously seriously solution solution gab gab نجن كامل أهم الكلمات growing growing heal heal طبعا تنفح heal up الاثنين صحي برضو include include introduce introduce invest invest involve involve space space speculate speculate stuff stuff success summarize summarize summary summary نجي بقى عشان نحل الأسئلة اللي موجودة عندنا النهاردة وزي ما تعودنا المفروض أنا دلوقتي حفظت الكلمات وهبدأ حل الأسئلة فبتوقف الفيديو وتحل الأسئلة لوحدك وترجع تحل معايا تاني عشان تستفيد أكبر استفادة ممكنة number one farmers need to find out more not methods of growing the food طبعا هنا الفلاحين بيحتاجوا بيجدوا طرق ايه عشان زراعة الأطعمة طيب هول sustainable ولا terrible ولا dry ولا unfortunate طبعا تبقى ايه sustainable يعني مستدامة أو صدقر البيئة number two not is a plant that normally grows in the sea ده نبات عادة بينمو فين في البحر هل هقول sea food ولا sea weed ولا corals ولا whales طبعا تبقى ايه sea weed ليه sea weed لانه ده عشب بحري والعشب البحري نبات طب يا مصر من ننفعه ال corals ديها الشعب المرجانية خلي بالك الشعب المرجانية ديها تحيونات دقيقة جدا تتجمع فوق بعضها number three sheep cows and horses are not يعني هنا الأغنام والأبكار والخيول تعتبر ايه sea weeds algae للطحالب وال live stock وال wild animals تعني ايه live stock لانها تعتبر ايه دولوا عليها الماشية number four we live in the age of technological احنا عايشين في عصر ايه التكنولوجي proposal rainforest summary innovation طبعا ايه innovation يعني الابتكارات التكنولوجية number five according to what plants are grown in water not in soil وفقا لايه انها بتنمو في المياه ولاسا في التربة خيباك في المياه وتنفع في رمال برضو هل دي اتسمها nature traditions hydroponics ولا seaweed طبعا ايه hydroponics لزراعات المائية تمام number six corn wheat and tomatoes are يعني دلوقتي اللي نظرة والقمح اللي يعني قمح وتوميتوز ايه algae sea weeds crops farmland طبعا ايه crops محاصيل number seven modern farming techniques help increase that of farms يعني الزراعة الحديثة او اساليب الزراعة الحديثة تقنيات الزراعة الحديثة يعني تساعد في زيادة اللي ايه بتاع المزارع هاو agriculture production innovation hydroponics طبعا ايه production يعني ايه يعني intag number eight some has a of fashionable clothes يعني سمع عندها ايه من ملابس على الموضة زي نقولهم production live stock crops variety طبعا ايه variety يعني تنوع عندها يعني ايه ملابس على الموضة متنوعة number nine the nail is the main of fresh water in Egypt يعتبر النهر النيل ايه الرئيسي للمياه العزبة هنا fresh water يعني مياه عزبة in Egypt تنوع تبقى ايه source يعني المصدر الرئيسي number ten most people in the countryside work in معظم الناس في الريف بيعملوا فين agriculture livestock farming a و c طبعا هنا احنا اختار ايه بقى طبعا افضل اجابة هنا طبعا ايه و سي طب ليه مصر ايه و سي خلي بالك طب وهي الفرد الاول بين agriculture وكلمة farming اولا agriculture ده علم الزراعة يعني واحد بيدرس زراعة بطريقة علمية في الجامعة مسلا في كلية او كده لكن farming دي بقى الزراعة الفعلية يعني ايه يعني واحد بيزرع نباتات وبيحصد وبيربح حيونات بيسمها بالبلد دي كاسمها الفلاحة اللي هي الزراعة يعني تمام ازا اختار ايه و سي لاني لو انامل زينا ما فيش ورعة ده فيهم بتنفع يعني هنا الصحة بتاعة بلانتس فصحة عندكم دي خطأ ايه يعني غير مقصود في المعاصر يقول لك هنا نوع doesn't only mean growing plant but it includes keeping animals as well شوفها يعني مش معلقة بين animals و keeping animals برضو عشان تعرفنا ما يقول لك ايه الصحة يعني بلانتس طيب معناها ايه بقى لا تعني بولك doesn't only لا تعني فقط هو زراعة النباتات ولكن ايضا تشمل ايه بقى تربية الحيونات ايضا اسمها farming ولا agriculture ولا hydroponics ولا production طبعا تبقى farming ليس سيئلك على من شوية يعني واحد بيزرع ويحصد بقى ربع حيوانات يبقى farming number 12 life on the noct depends mainly on the energy we get from the sun يعني الحقيقة على ايه بتعتمد اساسا على الطاقة اللي بناخدها من الشمس floor earth ground soil طبعا ايه earth لو ايه الارض number 13 don't worry the cut is not deep and so soon it will not يعني ما تلقش الجرح مش عميق وبسرعة هيحصل له الجرح heal heal up deep ولا aub طبعا احنا بقرأ كلمات هي تبقى ايه heal تنفع heal up تنفع فتبقى aub يعني يلتأم number 4 he studies not to know all about plants and how to grow them هو بيدرس ايه شنو يعرف كل حاجة عن النباتات وكمان ازاي كيفية زراعتهم يعني هل هاقول farmland ولا soil ولا industry ولا agriculture طبعا agriculture هو العلم نفسه علم الزراعة نفسه نيجي بعد كال صفحة ايه 116 قبل ما تحل اتوقف الفيديو وتحل لوحدك وترجع تحل معي تاني عشان تأكد اللي جابها اللي انت جاوبتها عشان تقدر تستفيد من الفيديو اكبر استفادة ممكنة زي ما قلنا قبل كده حاجة تانية لو عجبك الجزء اللي فات من الفيديو اعمل لايك للفيديو عشان ده اكبر ده عملينا مشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك بعد الفيديوهات القادمة ان شاء الله نبدأ بقى مع نمبر 15 هو يعتبر ايه لانه بيأكل شي ولا الحوم ولا اسماك هل يبقى ايه هل هقول طبعا ايه يعني ايه اللي هو ايه من راجل نباتي يعني بيأكل شي الحوم خالص وكل اكله ما اعتبر على الخضرات نمبر 16 طبعا يعني واجبنا ان احنا نحمي ونزيد نوات عشان نمتج ايه بقى فود ولكن انا فود يعني طعام كافي فور اول بيبل للناس كلها هل هو طبعا طبعا تبقى ايه فارم لاند اللي هي الارض الزراعية واجبنا نحميها عشان تنتج محصول اكتر نمبر 17 هنا بيقول لي هل يبقى لازم من الضروري لان نعمل ايه مع طرق انتاج الطهام المستدامة او الصدقة البيئة هل فايت ولا قد ولا كريت ولا ريموف طبعا تبقى ايه يعني يخلق او يبتكر نمبر 18 زيادة السكانة او عدد السكان نمبر 19 نمبر 19 قطع الغيار يعني are much more expensive than fake one طبعا قطع الغيار ايه اللي هي الاصلية مثلا اغلب كتير من القطع الغيار اللي هي تقليدية هل هو الصف ولا ريمفول ولا او او ولا اوريجينال طبعا اوريجينال اصلي يبكت على غير اصلية طبعا غالية جدا نمبر 20 اي هاف no time to read the whole report انا ما عنديش وقت اقرأ كل ايه التقرير ده طبعا ليه انا عايز الملخص بتاع المقال ده كله او ايه او يعمل مكالمات تليفونية هلا involves ولا keeps ولا summarizes ولا speculates طبعا speculates يعني يتكهن وصماريز يلخص ويحفظ او يحافظ على involve تمام يعني من ضمن شغلهم ان هما يدروا يردوا على المقالات التليفونية وكمان يعملوا الموعد ويرتبوها نمبر 22 the government not a lot of money in farming and education to develop them يعني الحكومة a lot of money in farming تعاوز لك وتنفق فلوس كدر على الزراعة and education والتعليم to develop them عشان تنميهم speculates spend invest protect طبعا invest يعني يستسمر بين الحكومة يستسمر في الزراعة وفي التعليم نمبر 23 he is not sure about what will happen هو مش متأكد من اللي هيحصل he just speculates ولا protects ولا involves ولا makes sure طبعا speculates يعني يتكهن تمام نمبر 24 don't ask me to read the whole article يعني ما تطلبش مني أقرأ كل المقال ده eat for me please predict summarize keep include طبعا هنا summarize يعني لخص للمقال ده لو سمحت نمبر 25 I think that modern farming methods are the best to the food shortage problem أعتقد أني أسليب أو طرق الزراعة الحديثة هي أفضل بالنسبة لمشكلة نقص الطعام هلأ الجاب ولا طيب ولا investment ولا solution طبعا solution يعني حل أفضل حل ليها نمبر 26 the note between services in the countryside and the city is very big أدولك الفرق بين الخدمات الموجودة في الريف وفي المدينة كبيرة جدا capital percent gap ولا A وC طبعا جاب يعني الفجوة الفجوة بين الخدمات في المدينة كبيرة جدا طبعا نمبر 27 he is too young to not this large company he doesn't have enough experience هو ما يقدرش أو ما عندوش enough experience الخبرة الكافية طبعا هنا هتبقى run يعني يدير مش يجري run this large company يعني يدير هذه الشركة فهو صغير جدا على إدارة هذه الشركة نمبر 28 Allah suggested that the new plan could help improve the agricultural sector يعني أعزو لك كل الدلائل يعني بتقترح إن الخطة الجديدة ديت هتقدر تحسن من قطاع الزراعة all fire ولا evidence ولا flow ولا shows فهو صغير يعني إيه يعني دليل number 29 he does a or an not amount of work in a short time no one else can achieve that هلا هو formal ولا normal ولا ordinary ولا extraordinary أبن أعزو لك إنه هو هنا قام بالعمل المطلوب منه extraordinary amount of work يعني قام بعمل كبير لا يصدق في وقته صير ما حدش يقدر يعمل العمل تزيه extraordinary number 30 not where it's usually rainy and hot have a variety of wildlife seaweeds deserts rainforests rainfall المكان ده بيبقى فيه أمطار وجوبرت وبيقى فيه حر وكمان فيه تنوع من الحياة البرية طبعا rainforests يعني إيه لغابات الممطرة أو الغابات الاستوائية number 31 the papers you are looking for aren't in this safe يعني أعزو لك الأوراق اللي أنت بتدور عليها وتبحث عليها مش موجودة في الخزنة دي they might be not in the office أكيد في مكان آخر مكان آخر دونه لعلها إزاي where ولا elsewhere ولا where else ولا بيو سي طبعا elsewhere number 32 I haven't expected you to refuse this not it's really a bargain بقول لك إنا ما توقعتش إذا ترفض كذا لن يدعطوها أصلا صفقة بالنسبة لك هل ده اسم proposal ولا purpose ولا decade ولا space طبعا proposal يعني إيه يعني عرض أو صفقة number 33 in cities there is not much not to grow crops farm place environment space حاجل هنا طبعا في المدن ما فيش إيه كفاية عشان نزرع في محاصيل يا طرح هنا هو الفارم ولا place ولا environment ولا space طبعا space يعني مساحة فارغة number 34 to succeed in life عشان تنجح في حياتك you aren't supposed to لئس من المفترض and any chance available أي فرصة متاحة gain ولا use ولا miss ولا when طبعا miss ما تفقدش أي فرصة متاحة قدامك number 35 plants grow well enrich not where they can take in nutrients with water هزول لك هنا نباتات بتنمو كويس فين بقى enrich طبعا تبقى enrich soil في التربة الغنية بالمواد الزيئية طبعا number 36 in the south of أسوان في جنوب أسوان the high dam السادة العالي controls ذا بيتحكم فيه of water into the nile على نهر الني طبعا تبقى flow لولفيا دام بتاع المياه number 37 it's a waste of time إنه مضيوع من الوقت not with him he won't be persuaded after all هو لن يقتنع بعد كل الكلام ده يبا healing ولا farming creating arguing طبعا ايه arguing يعني يتجادل number 38 not means able to continue without causing damage to environment or able to continue for a long time يعني تقدر تستمر الفترة طويلة أو تقدر تستمر من غير ما تؤذي البيئة اللي حواليك هتبقى innovated ولا various ولا urban ولا sustainable طبعا ايه sustainable number 39 anewat is a plant that grows in the sea نبات بيانه في البحر production source seaweed produce سحنونا قبل كده ايه seaweed اللي هو ايه العجب البحري number 40 a or an is a very simple plant which stems or leaves that grows in or near water عايزو لك هنا النوع ده من النباتات يعني ده بيوتو لك نبات بسيط من غير ما ليش اي كزور يعني اه وكمان ولا لها اوراق وكمان بينمو في المياه ايه القريبة هول هنا ايه algae farming crop agriculture طبعا يتبقى algae لاني algae معنى ايه للطحالب البحرية number 41 a or an not is a plant such as wheat زي مثلا القمح رئيس الأرز or fruit والفكة that is grown by farmers اللي بتنمو او ايه بيتم زراعتها بسطة الفلاحين and used as food اتصادم كايه كطعام هل هؤل ايرث ولا algae ولا كرب ولا هيدروبونيكس طبعا محاصي هو اللي بيزراح الفلاح زي القمح وروز لما حاصي number 42 a or an is someone who does not eat meat or fish ولا بيأكل سمك ولا بيأكل ايه لحوم هل هؤل variety farmland vegetarian hydroponics طبعا vegetarian يعني ايه شخص نباتي number 43 the not is the planet that we live on الكوكب اللي بناش عليه earth life stock crop hydroponics طبعا ايه earth لو كوكب الأرض number 44 not is the practice or business of growing the crops or keeping animals on a farm algae farming innovation agriculture واللي هنا الpractice لانشطة نفسها والعملية بتاعت الزراعة لأن ما حصلوا تربية الحيوانات بيانسميها طبعا ايه farming احنا على الزراعة او الفلحة بالبلد يعني 45 not is the practice or science of farming جاب لهينا بقى علم الزراعة يبقى يبقى agriculture وولنا على ابلي كده number 46 not is the process of growing plantes in water or sand rather than in soil يعني بقى زدية زراعة في المياه او في المياه الاكتر من الزراع فين في التربة earth live stock agriculture hydroponics طبعا ايه hydroponics ليه زراعة المائية number 47 not is a thing place activity that you get something from ده شيء او مكان او نشاط بتحصل منه على شيء معين هل هاو production ولا source ولا seaweed ولا produce طبعا لو ركز سينها تجد انه ايه source يعني مصدر الشيء ده اللي انت بجيب منه الحاجة اللي انت عبس number 48 not is the introduction of new ideas or methods هنا algae farming innovation agriculture طعن ايه innovation يعني ايه ابتكار يعني او بول لكم مقدمه ليه لأفكار جديدة او طرق جديدة بده ابتكار innovation number 49 not are animals such as cows sheep and are kept او ذات are kept on a farm طعن تبقى لفكار جديدة الماشية number 50 the noun not means a lot of things of the same type that are different from each other in some ways الاسم بقى اللي انتوان ده بيقولك بيعني اشياء كتيرة a lot of things of the same time من نفس النوع that are different بس بتختلف from each other in some way بتختلف عن بعضها البعض في بعض الحاجات يعني variety farmland vegetarian والله hydrobonics طعن تبقى هنا ايه variety اللي ايه تنوع number 51 not is the process of making or growing things to be sold especially in large quantities هو العملية بتاعت ايه ب ازراعة ازراعة الاشياء او عمل الاشياء يعني عشان يتم ببحها خاصة بكميات كبيرة طعن تبقى ايه production اللي ايه الانتاج number 52 not is food or rather things that have been grown يعني هو طعام او اشياء اخرى بيتم زراعتها or produce او انتاجها on a farm في المزرعة to be sold عشان يتم ببايعوها production source seaweed produce طعن production الانتاج مش هتنفع عملاتي بايه produce فاكرين معناها هنا ايه وعدها يقول ينتج اقول لك لا دي معناها منتج زراعي زي ما قلنا قبل كده وإحنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لاني ده اكبر ده عملينا وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك بقية الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية online السلام عليكم ورحمة الله وبركاته